بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن نواصلوا في برنامج سنرى .وت لنحتاجهم في الرسم بعدما رأينا في الدور السفقة رأينا هذا الوت ورأينا بانوراميك وزوم وزوم سنرى .وت لدينا هنا هنا في هذا الوتى نذهب هنا نضع في بلسوري في بلد الوات نذهب هنا نذهب هنا نضع الكاميرا لدينا مستخدمين في الدروس القادم نضع الكاميرا سنظر سنظر هذا كان لديهم علاقة بالكاميرا لدينا أرى نضع الوحيد ورأينا هنا هنا ونظر ونظر يبصد نبدأ هنا كاميرا كاميرا لديها كاميرا هنا سوف نقوم بإطلاق الكاميرا هنا لدينا إنسان على شكل إنسان ودينا X حمارة تحتها هنا نقوم بإطلاق يعني نختار ونضع هذا الإنسان لكي نرى الرسم مثلا لدينا منزل وطريقة نختار ونضع هذا لكي نرى الرسم مثلا نأتي هنا نقوم بإطلاق هناك قربة إلى الصورة الآن في الأسفل ثم نرى نقوم بإطلاق مكان المساء يعني ملك المساء لدينا الهين هنا لدينا زيارة 0.68 على استغررنا النقوم بإطلاق 5.70 1.70 حيث نقوم بإطلاق فإنه يمكن أن تسجح على الأعلى مثلنا عدد المطلع في طولة أكثر في مطلع المطلع فإنه يقوم بالطول فإنه يوجد على الأعين فإنه يمكن أن تظهر هنا نقوم بقيت 60 إذا نقوم بقيت 60 فإنه يوجد أسفل هذا يمكن أن تنظر كاميرا ونختاره ، نختاره بعد أن نختار المطلع سوف يأتي هنا Pivoting في اللغة الفرنسية سوف تظهر Pivoting هنا بالانجلي Look Around يعني تشوف الذي حاولتها في الفرنس نقوم بها يعني هي ديركتور وتسيلكتها بعد أن نقوم بها نظهر هنا على شكل عين نذهب الاسوري نقوم بها نقوم بها نقوم بها يعني الإنسان سوف يرى الاسفل فيما يخص Look Around فيما يخص Pivoting يعني شكل عين لدينا كذلك هنا Work هي باللغة الإنجليزية هي تتمشى يعني اللوجستية في الفرنسية سوف تجد هنا نقوم بها أصبح نضيفها نقوم بها ناء و نحن من الداخل نتقوم بتحدثي ونرزع الوراق ونقوم بالم snelطئة ونقوم بالحديث هذه هي البيض نجمع الطابق كما نقوم في التطابق ونقوم بالتحرك ونحرك ونحرك ونذهب الى الكلافية ونقوم بسرعة يعني هذا فيما يخص لزوتي نذهب ونرى باختصار قلنا هذا ما كان لدينا Orbeez نرى الوبجي نظر عليه على هذا الشكل Floorbeez نرى الرسم نرى الرسم نرى الرسم نرى الرسم نرى قطرة لان المفترض يأتي بشكل زم زم نرى الرسم نرى الرسم زم تم زم يقرب الوبجي نريد أن نقوم بإطلاق الوبيت نقوم بإطلاق نقوم بإطلاق الوبيت و لدينا هنا كذلك نرى في الدرس اليوم نقوم بإطلاق الكاميرا نقوم بإطلاق الإنسان و نضعه في المكان الذي نقوم بإطلاق و نختار الطاول و نرى الوبيت و نرى بشكل عام و نرى ما يعمل يتحرك الإنسان و نرى المحيط و نرى هذه المكان و ننشأ في المكان الذي نرى على طريق جو يرى إنسان يتحرك نرى الهدوط اللي شفناها باختصار يعني اللي عندها سؤال اللي يتفضل في الكومنتر ولا نتوقفوا هنا قبلوا الدرس بعده إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته